الفنانة صباح حبها امير الكويت عبدالله مبارك الصباح وتجوزها وطلقها بامر من العائلة الملكة بالكويت تخيل ان الشحرورة صباح لعبت دور السندريلا في حياتها لكن الحقيقة ما انتهتش انهاية سعيدة زيها فالقدر تدخل وغير موازن قصتها خالص فودعت دولة الامير اللي حبته عشان تهرب من صورة اهل الامير وشعبه في الكويت اللي هيدور في حياة المطربة صباح هيلاء ان حياتها كانت تعيسة خالص مرة بالغدر والخيانة ومرة بالعذاب والدموع لما بدأت حياتها الفنية في مصر ابوها كان بيبصلها على انها لسه عيرة صغيرة ملهاش اي رأي ولا شخصية والفلوس اللي بتاخدها ابوها كان بيستولع عليها لحسابه لدرجة انها ما كانتش بتمثل الا لما ابوها يوقع على الفيلم اللي هو عايزه على مزاجه ويدلها شوية فكة في ايدها ولما قررت تتجوز نجيب شماس جزها الاولاني حسيت انها كده بقت حرة لكن يا فرحة ما تمت وقتها كان نجيب نسخة من ابوها مش بس كده ده كان بيغير عليها غير ما حصلتش وقعاد يقول لها لازم تسيب الفن ده وتعيش لي يا زوجة وبس ومن هنا بدأ الصرامة على وشاقنا على اليوم الاخير من شهر العسل لكن صباح قلت في نفسها حاول تستحملي ما تشمتيش فيك حد انت عايزة اهلك يفرحوا فيكي بعد ما تجوزت غصب عنهم وده كله بعد ما خلفت ابنها لكن لكل انسان ليه طاقة وبعد خمس سنين اطلقت صباح ونجيب شماس وفي نفس اليوم اللي انتهت في حياة صباح قررت انها ترجع للفن ولكن وهي حزينة لكن الحال ده مستمرش كتير فهتلاقي خاتم سليمان اللي هيجيب لها دهب ومس وعربيات القصة بتبتدي من كازينو تانيوس المكان ده كان الامراء والكبر كانوا بيروحوه في لبنان وهناك وهي بتغني عن الحب ظهر امير الاحلام عبدالله مبارك الصباح مدير ده وقير الامن العام في الكويت وفي الوقت ده كان بيقضي اجسته في لبنان وكان عنده جناح في تانيوس وكان عنده خدم وحشم ماهو امير بقى وفي يوم قبل ما تنزل صباح وده غني بعت لها ورد نادر وغالي جدا راحت صباح مرحبة به لما دخلت صالة الغنى وغنت ليه موال لبناني ومن اليوم ده بدأت قصة الحب بين الامير اللي كان عنده 35 سنة وبين صباح عبدالله مبارك بيعتبر تاني شخصية كبيرة في الكويت وعنده فلوس ونفوس في الدول العربية والاجنبية وبحكم سكنه في الفندق وبحكم برضو غناء صباح في الفندق حبها اكتر من كل قلبه لكن عشان الامير قاعد اسبوعين بس سافر للكويت واقعدت صباح تعيط وكانت مفكرة انها مش هتشوفه تاني لكن بعد شهر ونص الامير عبدالله المبارك ما قدرش يبعد عنها اكتر من كده فنزل لبنان بطيارة خاصة وشافه بعض من تاني والامير قال لها انا طالب ايدك للجواز وكل صروتي هتبقى ليكي وقتها صباح ما صدقتش انها هتبقى اميرة والامير كان مستعجل حبتين فبعت لها طيارة خاصة ليها هي وابوها واختها سعاد علشان يسافروا ويتجوزوا وفعلا حصل الجواز من حبيبته وبعدها رجبت معاه الطيارة للكويت ولقيت فجأة انه عنده خمس اصور تقدر تعمل اللي عوزاه فيهم وعاشت في احد الاصور دي كاميرة من العز وده كله لمدة شهر ومن بعدها صباح قعدت تقوله شوف يا عبدالله انا عايزة اخرج انا حسة اني محبوسة قال لها دلوقتي انت باقيت اميرة ولازم تتعاودي على العيشة دي ولحظت كمان اني معرفهاش بحد من عيلته اللي كانت بتتعامل معاه هم الخدم وبس وفي يوم قالت له هو عيلتك فين قال لها مسافرين وبعدها فترة قررت سؤالها تاني لكن الاجابة كانت صادمة وقعت التجمن فوق رصها قال لها يا صباح بصراحة كده العيلة مش موافقة على ان يتجوز مغنية لقوا كمان مسيحية وقالوا لطلقها ومن بعدها بدأ الكابوس كل يوم تلاقي صباح تهديد من الناس ما تعرفهمش بيقولولها ابعادي عن الكويت وإلا تتقتلي وخافت وقتها صباح وطلبت الطلاق وفعلا اطلقوا وانتهت الجواز بسبب العيلة الحكمة في الكويت حكايتنا خلصت النهاردة استنونا في حكاية جديدة من حكاية عن مصر اشتركوا في القناة